اشتركوا في القناة للعالم اجبع بالعلم والعلم فقط بالعلم يا شباب بالعلم نرتقي بالامة فترة الحظر اللي احنا موجودين فيها دلوقتي والفترة دي عصيبة على البلاد كلها ويعني اولياء الامور متخوفين ان ابنائهم الصغيرين ينسوا القراءة والكتابة فطرحنا في قناة الصحة والجمال ان نعمل برنامج جديد اسمه اقرأ وخاصة في هذه الفترة علشان ابنائنا وعلشان اولادنا الصغيرين يتعلموا او يرجعوا على الحروف وعلى الحركات والصوتيات وشكل الحرف وصوت الحرف يعني يتعلموا القراءة والكتابة من جديد وكمان حتى كمان اللي لسه داخل حضانة او الابناء اللي لسه داخلين سنة اولى ابتداء السنة جاية ربنا يسهل حال ويتعلموا ويستفيدوا من هذه الحلقات بداية مشاهدين الكرام انا كنت منوه ان نحضر كراستين كراسة لشكل الحرف وكراسة لصوت الحرف كراستين يلا يا حبابي يا حلوين نحضر كراستين ليه بقى احنا نخلي كراستين ليه عشان نعرف نتعرف على شكل الحرف ونتعرف في الكراسة التانية على صوت الحرف استاذ المخريجنا بس كده نشوف الكراستين كده ادي ادي كراسة شكل الحرف ماشي لا براحيكو خلص نهائي مخريجنا الكريم واستاذنا الاستاذ عزب براحيكو خلص نهائي اللي احنا يعني ساعة قدامنا ده كراسة شكل الحرف ده هنكتب فيها شكل الحرف تمام كده تمام مخريجنا العزيز وهجيب الكراسة التانية لصوت الحرف هجيب الكراسة التانية لصوت الحرف ادي كراسة صوت الحرف الكراسة دي هنسميها صوت الحرف يا مشاهدين الأعزاء واولياءنا الأمور واحبابي وابنائي من التلاميذ الصغيرين علشان نتعلم حاجة مشاهدين الكرام هنبدأ ان شاء الله تعالى ازاي مشاهدين الكرام ننطأ الحرف الاول خالص كده اول حاجة نعرف ابننا ازاي ينطأ الحرف بطريقة سليمة ادي الحرف قدامنا على السبورة دلوقتي واستاذ المخريجنا يجبها لنا وحننطأ حرف حرف علشان ما نخطأش وعشان ابنائنا كمان ما يخطأوش الصغيرين هنبدأ بحرف الالف اسمه ألف ألف همزة ألف ألف الباق ما اسماش به اسمها باق اسمها باق حرف التالت تاق مش ته تاق بعد كده ثاق ما اسموش ثه اسمه ثاق جيم حاء خاء دال ذال راء زاي اسمه زاي اسمه ايه؟ مش زين اسمه زاي سين صاد ما فروض نكتب صاد هنا تمام؟ ناجي شين سين شين صاد ضاد هذه سين شين صاد ضاد طاق مش طه طاق ضاء عين مش عين عين غين مش غين غين ثاق قاف كاف لام ميم نون هاق مش هه هاق واو ياق شوفوا حبيبي يا حلوين نطقنا الحروف ازاي؟ لابد ناخد بالنا ألف باق تاق ثاق جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاق ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاق واو ياق كده كده مشاهدين الكرام تعلمنا ازاي ننطق الحرف صح دي أهم حاجة أول حاجة كده مشاهدين الكرام تاق مشاهدين الكرام الحروف اللي قدامنا دي فيه حاجة اسمها حروف مرققة وفيه حاجة اسمها حروف مفخمة تب يعاوزين نعرف يعني ايه حروف مرققة مرققة دي مشاهدين الكرام مرققة دي مشاهدين الكرام يعني رؤياء ما بووس فيها بابتسم وانا بقولها تمام كده زي الالف آ ب ت ت ت ج ح الخ الخ مفخمة مشاهدين الكرام استاذنكم في اتصال السلام عليكم وعليكم السلام سيحة حضرتك الحمد لله رب العالمين مما أفن حضرتك أنا عوضة أعلم سلام بحضرتك حضرتك أنا تنعمت إخواتي في صناعة الأبطاء تمام ثم حتى في الوقت مشاعفيني أولا يستيبو فعالت بطريقة أعلمهم بيها شاهدوا الحلقة دي وان شاء الله يبقى في حلقات مسلسلة هناخد من أول الألف للياء ونتعلم بطريقة جميلة بطريقة سلسة وبعد كده هننزل الفيديوهات دي برضو على السوشيال وحتتفرجوا عليها ان شاء الله أكثر من مرة وان شاء الله هتابع معكم معالف السلام مشاهدين يا كرام احنا قلنا الألف مراقاقة والباء كذلك والتاء والتاء والجيم والحاء الخاء مفخمة ما ينفعش أقول خاء ينفع أقول خاء ينفع أم عزب أقول خاء خالد إذا أنا بدأ اللحة لا 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 اسمها خاء خالد 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 خليدة خلود خير تمام؟ ده المراققة والذال كذلك والرأ والزاي والسين والشيد الصاد بقى يا جماعة ينفع أقول صاد مثلا صلاها أو السلاح ينفع ينفع رققها اسمها صاد اسمها صاد اسمها ايه؟ صاد وكذلك الضاد مفخمة يعني مفخمة يا أستاذ يعني مفخمة يعني ببوز فيها وباملة بقى بيها تخينة مجعلصة كده يعني ايه؟ الحظر خلاها تخينة شوي اسمها ايه؟ صاد زي صلاة ضاد ضابط تمام كده؟ الطاء كذلك مفخمة طاء طاء زي طالب طائر والضاء كذلك مفخمة اسمها ضاء ما ينفعش أقوله على هذاء ما ينفعش أقوله على هذاء اسمها ضاء 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 ظالم تمام كده؟ والعين الغين يا شباب العين مرقاقة ليه بابتسم وأنا بقولها؟ زي عين عين شوف بابتسم مشاهدين الكرام كل الحروف اللغة العربية ما بين اللي أنا ببوز وابتسم بس يبقى العين مرقاقة الغين غين غين غالية غالب ده الغين مفخمة الغين إيه؟ مفخمة يعني بابوز وأنا بقولها؟ غا شوف ما بابتسمش وأنا بقولها بابوز وأنا بقولها والقف كذلك قاف قاف قلم قرأ الكاف شوف بابتسم وأنا بقولها إزاي؟ كاف بابتسم وأنا بقولها كاف اللام مرقاقة مع ذا لفظ الجلالة الله ولو ما سبأهاش حرف مجرور يبقى الميم كذلك مرقاقة والنون والهاء والوا والياء يبقى كم حرف مشاهدين شوفوا أهو الخاء الخاء ماشي والصاد والضاد والطاء والضاء والغين والقاف كم حرف كده يا حبيبي؟ أهوت أدي الخاء ده مفخم وآدي الصاد اتنين الضاد ثلاثة الطاء أربعة الضاء خمسة الغين الغين أدي واحد أدي اتنين أدي ثلاثة أدي أربعة أدي خمسة أدي ستة أدي سبعة طيب مشاهدين الكرام استكمل الحروف المفخمة بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم أستاذينك بس يا أستاذة التليفون تسمعين بسم التليفون والتليفزيون توطي شوية أستاذينك بس لو سمحت يا أستاذة أنا عندي إدمي أنا بعلمه بس بالتشكيل بجرى كوير جدا بس كم يقوله أي مقادمة بره يعرف فيجرى ما يعرفش الغين أي كلام بره ما يعرفش الغين تمام حضرتك يا أستاذة تشاهدينا وهتشوف إحنا مننطق الحركات إزاي ابن حضرتك بيشوف شكل الكلمة وبيحفظها على كده يشوف كلمة تانية ما بيعرفش ما بيعرفش فلابد من الحركات ومن النهاردة هنبدأ بحرف الألف وحدة وحدة وإن شاء الله لما نخلص هكون ابن حضرتك تمام ونختبرك هنا كمان على الهو مباشرة كمان ما هو واحدة وحدة يعني المرحلة الأولى كده بلابد بالتشكيل المرحلة الأولى كلها أولى وثانية ابتدائي كمان لابد نشكل كده بعد كده إن شاء الله هيبدأ يتعود على الكلمات شكل جدا وشاهدينا الكرام إحنا قلنا الحروف المفخمة الخائي والصادي والضادي والطائي والضائي والغيني والقاف بقيت الحروف بقيت الحروف مشاهدينا الكرام مرققة وفيه تنين بس حرف الراء وحرف حرف الراء وحرف اللام فيهم رويتين يعني ممكن يبقى مرققين وممكن يبقى مفخمين كده عرفنا الحروف المرققة والحروف المفخمة فاضل حاجة في الحروف الحروف اللاثوية الحروف الايه؟ الحروف الايه؟ اللثوية الحروف اللثوية الحروف اللثوية يعني ايه حروف لثوية؟ يعني ايه يا عم عزة حروف لثوية؟ يعني بطلع طرف الثاني في الحرف فيه ثلاث حروف لثوية ايه؟ الثاء ما ينفعش أقول ساء أوعة أوعة تقولي ساء دي ضربت كده في السين خلاص مش نافعة كده خلاص اسمها ثاء لابد أطلع طرف الثاني ثاء ثاء في إيه ثاني يا أستاذ أدي الثاء بعد كده الزال بعد كده الضاء يبقى في ثلاث حروف في ثلاث حروف لثوية الثاء والزال والضاء ما ينفعش ما طلعش طرف الثاني في الثلاث حروف دول ده كلام تمام كده السلام عليكم أم محمد عليكم السلام عليكم حضرت كل يوم تراجع معاها الحركات لو تقولها كده ألف فتحة أ ألف كسرة إيه ألف ضمة أ سنة كم؟ هي رحمة مدرسة سنة جاء إن شاء الله ده بحلو أو تتابعنا من النهاردة وحضركم راستين دلوقتي كده وحنبدأ دلوقتي بحرف الألف رب الله شايل بس بتنسى الكلام لي بتقرأ وجميلة وخيصة كل حاجة بس بتنسى الكلام تسوون لا 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 لو 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 تأكدت من الحركات صح وتضبط في الحركات صح فتح كسر سكون شدة كلام ده كله والله مش هتنسى ون تتابع معاها وتمليها ما تسيبهاش ما تخليش العبء كله على المعلم لا لا بدي برضو يبقى البيت برضو لذوق تمام تمام لا مفيش حاجة اسمها دروس دلوقتي دلوقتي في حظر ومفيش حاجة ينزل من بيتهم خليك في بيتك وخلي الأبناء في بيتهم وتمام التمام وخليك معنا على قناة صح وجمال وإحنا إن شاء الله هناخد حرف حرف معاك ربنا شهدك يا بكتر أبو بارك لينا فيك تمام عرفنا الحرف اللاثوية كده خلاص كده تمام عرفنا الحرف كلها نطاقها ازاي عرفنا الحرف المرققة والحرف المفخمة والحرف اللاثوية تمام كده نبدأ بقى فين بقى فحرف الألف مشاهدنا يا كرام هنبدأ بحرف الألف هنبدأ بحرف الألف دلوقتي علشان نحضر كراصة شكل الحرف كراصة إيه؟ شكل الحرف آدي نشوف بس الأول كده نشكل الحرف كده خلاص نبدأ أول صفحة كده آه آدي آدي كراصة شكل الحرف عشان نتعلم على شكل الحرف آهو 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 تمام 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 كده وآدي هنعمل كده شوفوا هنكتبها على الصبورة دلوقتي شوف أول صفحة وتاني صفحة صفحة تنقصت بعد كده معنا لأسوات الإحسان السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله رب يعلمين أخبار حضرتك في حظر أنا حضرتك من أهلي أحسن ناس الله نسمحها يعني حضرتك آآ bastante يعني قبلاش وحداتك في السوق فكلمت حدي كله فحضرتك عبرنا أشو ولاb matéri أية حد يا أية حد كانت فحضرتك يعني اهو الوضع اللي حالي بتاعنا مش مش عرف أعمل أي حد ما كانت وظروفنا أجزاً يعني مش خالدة فكرمت الناس الكتير عشان يعني حالنا مش كده فمحدث يراجي عبرنا حرفة لا حضرتك تسيبي رقم حضرتك في الكنترول وأنا هتوصل مع حضرتك نبدأ مشاهدينا الكرام حرف الألف عايزين نتفق يا حضرات أن أي حد فينا أي حد فينا محسن أم عزب أستاذ محمد أي حد ليه شكل ليه شكل وليه صوت عاوزين بس يعني الحاجة دي نتفق عليها كل واحد فينا ليه شكل وليه إيه ليه صوت كل واحد فينا ليه شكل وليه إيه ليه صوت أنا بشوفك جاي من بعيد بعرف شكلك تمام كده ولما بتقرب مني وبتكلمني بعرف صوتك تمام عاوزين نتفق كده ونركز في الحاجات دي تعال نشوف شكل حرف الألف أدي يا أولاد حرف الألف أهو تبصوا معايا أنا عاوزكم تشاهدوا كويس بكتب الحرف إزاي عشان ما فيش حد يكتب لي حاجة مختلفة أهو من فوق من فوق كده وبنزل بيه تمام كده ده إيه حرف الألف ممكن علشان الحاجة دي كده ممكن نكتبه هنا كده عشان إيه عشان عم أعزب أهو أدي حرف إيه؟ الألف أهو تمام؟ أهو طب لحظة بس لحظة بس المخرجة الكريم أدي حرف الألف من فوق لتحت ما فيش حد يعمل لي كده كده غالط من فوق كده أنزل بيه للسطر وما ينزلش من على السطر هو حد ينزل لي الألف من على السطر طب الهمزة يا أستاذ فين؟ الهمزة أهيه بصوا معايا عشان تركزوا في الهمزة شوف برسمها إزاي حاجة بسيطة جدا يا أولاد عشان ما فيش حد يعمل لي كده وإنزل أهالي كده كده غالط ما ينفعش كده ما ينفعش أم ألا أعملها إزاي يا أستاذ؟ أهو تعال أشوف أقولك الصح إيه؟ اعمل اتنين بعد الواحد اللي أنت عملته ده بشوية اعمل اتنين اتنين وفاكرين يا أولاد الشرطة كده؟ بس أدي الهمزة اتنين وشرطة يا أراك يا أم عزب تمام كده؟ أهو أدي الألف تمام كده؟ شكل حرف الألف هنكتب فين بقى الحاجات ديات؟ في أول صفحة في كراسة الشكل تمام كده؟ هنعمل كده وهي ألف منفردا كده ده فين؟ في أول صفحة والألف طويلة يا أولاد ما فيش حد يعمل لي الألف قد كده ويعمل لي الهمزة قد كده ده إيه ده؟ ما ينفعش الألف طويلة زي الطاع والكاف طويلة تمام كده؟ طيب عاوزين بس نكمل شكل حرف الألف تمام؟ كده الألف منفردا يا أولاد أول صفحة في كراسة الشكل هنعمل كده وننزل بيها علشان إيه؟ هشوف الواجب إن شاء الله الحصة الجاية تمام كده؟ تمام؟ أهو حرف الألف ونزل بيها في طول الـ أهو ونزل بيها تمام كده؟ يلا عم عزب كده؟ أهو هننزل بحرف الألف أهو منفردا تمام كده؟ في الصفحة الثانية بقى هناخد شكل الحرف أهوة شكل الحرف في في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة تمام كده؟ يبقى أول حاجة عملناها الألف منفردا ثلاث مرات وحننزل بيه ده في أول صفحة الصفحة لقصتها بقى هنعمل إيه؟ هنشوف حرف الألف يا أولاد بتكتب إزاي؟ فأول الكلمة أهو أدي الألف فأول الكلمة تب يا أستاذ انت كتبته لنا كده وعاوزين مثال عليه عاوزين نشوف كده؟ مثال عليه كده حد يقول لي أنت بتعمل لي يا أستاذ في السطور اللي انت بتعملها دي السطور دي يا أستاذ عندك في الكراسة إياك تنزل من عليها الحرف اللي ينزل من عليها هنزله الحرف اللي هو ما ينفعش ينزل من على السطر وما تنزلهوش امشي على السطر حيبقى خطك ممتاز وامشي بالتعليمات حيبقى خطك جميل جدا والله طيب زي إيه مثلا حرف الألف فأول الكلمة كده يا أستاذ يلا يا عم عزب كده يكتب الأزرق أحسن ولا يبي الأحمر أفضل ماشي يا عم عزب ماشي يا أبلج أدي أدي الألف يا أولاد ماشي فأول الكلمة هيه زي مثلا إيه أحمد أحمد إيه تاني يا أولاد حرف الألف فأول الكلمة هم؟ أدي الألف أهي فأول الكلمة أهي ماشي أرسمه أهو تمام كده أنتون ماشي لحظون حاجة حرف الألف ما بيمسكش في الحرف اللي بعديه صح أو لا يا أولاد آه دول بقى علشان تعرفهم من دلوقت كده من أول حرف في عندنا حاجة اسمها حروف رفاصة رفاصة إيه حروف رفاصة دي يا أستاذ يعني بيرفص الحرف اللي بعدها على طول ما ينفعش أبدا أمسك الألف في حرف الر وما ما ينفعش أمسك الألف في حرف الح ما ينفعش أمسك أي حاجة في حرف الألف طيب إيه حروف الرفاصة دي يا أستاذ حروف الرفاصة ستة هم إيه أهو ألف دال ذال راء زاي واو ده إيه يا أستاذ الحروف دي الحروف دي بتمسك في الحرف اللي قبلها بس ما تمسكش في الحرف اللي بعدها أبدا اسمها حروف رافضة ماشي حروف رفاصة ماشي إيه الحروف الرفاصة دي يا أستاذ اللي هي ما بتمسكش في اللي بعدها ما ينفعش كده ينفع ألزأ الألف في الراء ما ينفعش يبقى دي حروف رفاصة ألف والدال والذال والراء والزاي والواب ما ينفعش تمسك في الحروف اللي بعدها تمام كده تمام كده عرفنا حرف الألف في أول الكلمة بيكتب إزاي أهو طب حرف الألف في وسط الكلمة تعالوا نشوف كده أهو بصوا خليكم عاية أهو كده وكده هادي حرف الألف في وسط الكلمة نكتبه بطرقة دي مفيش حد يعمل لي كده لا زي الإيه اللي كده بالإنجليش لا هادي كده وتيتطلع كده تيكتب الهمزة هادي حرف الألف يا أولاد زي إيه كده يا أستاذ نجيب مثال عليه زي مثلا سأل هادي حرف الألف أهو عشان نبينه للأستاذ المشاهدي نكتب إزاي أهو تمام كده زي مثلا إيه تاني زي إيه تاني حد يقول لنا كده زي رأسه هادي رأسه هادي الآلف هيت نكتبه بلون تاني عشان تبقى زهرة ها هو هادي الآلف وصف الكلمة ها هو ممكن يكون قبليه حرف رفاص ها هو رفاص برضو والآلف رفصت التاني ممكن يكون المسكة في اللي قدامها بس ما تقيده كده هو حرف رفاص رفاص اللام سأل رأسه ده حرف الألف في وسط الكلمة طيب عايزين حرف الألف في آخر الكلمة شكله يا أستاذ ها دي برضو شوفوا اهو كده ممكن برضو يقبقى كده اهو كده وكده حرف الألف يا أولاد ليه شكلين بس حرف الألف ليه شكلين زي ما انتوا شايفين كده زي مثلا ايه هم زي ساب براظي عم عزب اهو عشر على عشر سابق اهي اهي هم وزي يقرأ اسم البرنامج ايه ادي حرف الألف في نهاية الكلمة لها شكلين اهو كده تماما عزبين لله ماشي اهو اه شفنا الحاجة دي على الشاشة اهي ادي الألف اهو فهو اول الكلمة وفي وسط الكلمة وبآخر الكلمة مشاهدين يا كرام في اه في التصال السلام عليكم السلام عليكم ايهوه ايهوه اهلا سهلا ازاي حضرتك الحمد لله رب العالمين في سنة وحضرتك طيب سنة وطيبين جميعا لو سمحت بس كنت عاوز اقول له حضرتك ان انا معي طفل في سنة تانية ابتدائي تمام هو طفل مريض عنده الغدة ميتة البطن من تفرس الكورتوزون وعنده الضغط تمام فانا عمل خلو اختبار زكاء كذا مرة ترى ان زكاءه كويس من ناحية حاجات تانية بش من ناحية الدراسة ومن ناحية الدراسة واقف خالص تمام يعني هو ما بيعرفش يقرأ بينسى كل حاجة تمام طب حضرتك مش ممكن تتابع معنا ونفس الحركات واحدة واحدة وتجيب الكراستين وواحدة واحدة وحلقة هلقة واحنا معاك وحنتابع معاك ان شاء الله اختك انا عاربت على مدارسين كتير جدا بس برضو هو زي مهمة بالقياة لا لا هو عاوز شيئا الصبري بس والله هو عاوز شيئا الصبر يعني نصبر شوية السلام عليكم اتصال اخر السلام عليكم السلام ورحمة الله امه احمد اهلا يا استاذ املك اهلا سلام بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انا معايا ابني عند ست ست سنين ممكن حضرتك تسمعي تسمعي من من التليفون وطلط التليفزيون خالص ممكن يعني حاضر اهه حضرتك بتابع معاك دلوقتي وبيير في جراء يعني تمام بس الكلمات الاكتر من ثلاث حروف بتب يعني تجيل علي شوي تب واحدة واحدة نستهج الكلمة زي ايه مثلا يعني مثلا مثلا نستهج الكلمة اه لا قارة اه لا جاء اه تمام يعني لا احنا الكلمات اللي اكتر من ثلاث حروف يبقى نستهج حرف حرف نعلمه حرف حرف زي مثلا قرأ او ارسمه مثلا اللي مش عارف يقراها دي ما اقولوش ارسمه خلاص هيحفظ شكلها مش هيعرف هو بيعرف يقراها تمام هو اكتر من ثلاث حروف حضرتك قلتلي مش هيعرف يقراها لا او ممكن يحفظ شكلها وشكرا عن كده لا اقول له الف فتحة ا رأسة كنة يبقى ار سين ضم سو ار سو ميم ضم مو ار سو مو بهذه الطريقة واحدة واحدة معاه وهم حاجة الحركات الحركات اللي احنا هناخدها كمان شوية مش هيدي الكرام احنا كده تعرفنا على شكل حرف الالف نبدأ بقى في الكراسة التانية يلا بينا في الكراسة دي ونفتح الكراسة التانية ايه خلاص حضرتك رأسة صوت الحرف ي Minh متقابة كويس اهو صوت الحرف اهو. كراسة صوت الحرف خلاص انا عايزة خلاص مش مشكلة كراسة صوت الحرف هنعمل فيها ايه؟ هناخد فيها الحركات ايه الحركات دي يا استاذ يعني اصلا صوت الحرف صوت الحرف ده عشان اعرف صوت الحرف ده. ايت اسب يعني صوت ازاي احط له حركات يعني ايه حركات في حاجة اسمها حركات قصيرة وفي حاجة اسمها حركات طويلة نفتح كراسة الصوت وهنبدأ من على يمين نبدأ الحركات القصيرة ايه الحركات القصيرة دي يا أستاذ الحركات القصيرة دي يا حبيبة حلوين الحركات القصيرة دي هي الفتحة والكسرة والضمة يسمعها حركات ايه حركات قصيرة تاني فتحة قد الفتحة فتحة يعني إيه؟ يعني شرطة ميلة فين؟ فوق الحرف وقد الكسرة شرطة ميلة فين؟ تحت الحرف أي حرف والضمة وصغيرة كده فوق الحرف فتحة كسرة ضمة الفتحة والكسرة والضمة دي يا حبيب يا حلوين دي اسمها حركات قصيرة يعني حركات قصيرة دي يا أستاذ يعني بانطقها صوتي ما بيطولش في صوت الحرف زي مثلا آل حشوفها كده ونبدأ بحرف الألف برضو زي ما بنبدأ ونشوف هنشوف كده إيه؟ الحركات القصيرة مع حرف الألف آدي حرف الألف أهو ألف همزة فتحة هي هذه الفتحة يعني فتحة يا أستاذ ألف همزة فتحة آ اسمها إيه؟ آ فتحة يعني بفتح بؤي ونبنطق الحرف آ آ وإحنا عارفين أن الألف مرقاقة ما ينفعش أو الأ ينفع أو الأحمد ما ينفعش أحمد شوف شوفه أحمد أمل حرف الألف مرقق أو الهمزة مرقاقة تمام كده يا سجزة؟ أدي الألف أهو ألف فتحة باسمها فتحة فتحة يعني إيه؟ شرطة ميلة فوق الحرف أي حرف؟ كده نبنطق ألف فتحة آ خلقوا معايا ألف فتحة آ ألف فتحة آ ما ينفعش أطول الحرف عشان هي حركة قصيرة حركة قصيرة آ ألف فتحة آ ألف همزة فتحة آ ألف فتحة آ طيب اسمها حركة إيه؟ حركة قصيرة طيب الكسرة دي يا أستاذ إحنا كده غلاص قلنا أخدنا الفتحة الكسرة أهي أدي الألف أهو والهمزة هي والكسرة هي دي اسمها حركات قصيرة ألف فتحة آ ألف كسرة إيه شوف الكسرة يعني بكسر فكي وأنا بانطق الحرف شوفوا بينزل لتحته إيه شوفوا إيه ألف فتحة آ ألف كسرة إيه طيب اتضم يا أستاذ يعني إيه آدي الألف أهي وآدي الضمة هي ألف ضمة أو ضمة يعني إيه؟ بضم بؤي ونبنطة الحرف أهو أو أو ألف فتحة آ ألف كسرة إي ألف ضمة أو طيب عايزين من سأل على حركات القصيرة دي يا أستاذ عشان ما تنروحش كده للحركات الطويلة وتنسانا خالص نها نشوف يا أستاذ مثلا ألف فتحة أهي ألف فتحة هي أ هذه أحمد حركة قصيرة أحمد هذه حركة قصيرة هذه الآلف تمام ماشي؟ ومثلا الإي إبراهيم أهي إبراهيم هذه الإيه؟ إب إبراهيم أهي وإبرة تمام؟ هذه الكسرة أحمد إبراهيم الأو وسامة أهي أدي تمام كده؟ يعني بقى حركة طويلة يا أستاذ تعال نشوف كده حركة طويلة يعني احنا قلنا في الحركات القصيرة ألف فتحة أ في الحركة الطويلة بقى يعني حركة طويلة يعني مد مد بالألف أو بالواو أو بالياء وحروف المد تلاتة حروف المد تلاتة تاتة 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 حروف المد تلاتة ألف واو وياء دي اسمها حركات طويلة آ في الحركة القصيرة اسمها آ تبا هعمل إيه هنا بقى؟ هعمل كده؟ لا ما ينفعش أعمل كده تمام كده؟ يا أعمل إزاي يا أستاذ؟ أهو هعمل إزاي؟ آدي المد بالألف آدي الهمزة بعدها مد بالألف أو الألف زي ما بقوله وبعدها مد بالألف آه زي إيه يا أستاذ كده؟ زي آ مال تمام كده؟ آدي الهمزة دي اسمها مد آه تمام كده؟ وقرآن آه تمام؟ طيب الحركة القصيرة الإي مقابل لها حركة طويلة إيه؟ إحنا الحركات الطويلة دي أستاذة هنعملها في الكراسة في صفحة الشمال عشان يبقى لتنين قصد بعض الحركات القصيرة والحركات الطويلة تابل إي دي عشان نطويل نمدها شوية نعمل إيه؟ نقول إي بس كده لا في فرق هنا آ آه هنا إي يبقى إيه لابد لميز بين حركة القصيرة والحركة الطويلة ici آ ده حركة قصيرة ده حركة طويلة طيب الأو حركة القصيرة الأو مقابل لها إيه في الحركة الطويلة أو مادة بالواو أولف فتحة أ كسرة ضمة أولف بعدها مادة بالألف أولف بعدها مادة باليا أولف بعدها مادة بالواو أولف يبقى كده عرفنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة تب إيدي يا حضرات عايزين ميسأل عليها قبل من ما تخلص الحلقة زي مثلا إيمان تمام كده هادي إيمان هو حركة قصيرة حركة طويلة إيمان اللي بده يظهر الحركات القصيرة والطويلة تبقوا مثلا أولى تمام كده متشبه لحصل حاجة حروف المد دي ما بتحطش عليها تشكيلة أبدا هادي المد بالألف وماد بالياق وماد بالواو المد ما بيتشكلش عشان نبعارفين والماد بالألف الحرف اللي قدامها عليه فتحة والماد بالياق الحرف اللي قدامها تحته كسرة والماد بالواو برضو معلش تشكيلة والحرف اللي قدامها عليه ضمة طيب يا أستاذ عايزين نلخص الحصة بتاعة الألف دي الحركات القصيرة والحركات الطويلة في حاجة نعملها نعمل حاجة اسمها شبكة الحرف حاجة اسمها إيه؟ شبكة الحرف نلخص الكلام اللي احنا قلناه ده كله في الحركات كلها حركات حرف الألف ألف فتحة أ كسرة إ ضمة أو الألف بعدها مد بالألف أو الهمزة بعدها مد بالألف آه بعدها مد بالياق إيه بعدها مد بالواو أوه حاجة اسمها شبكة الحرف أعمل شبكة حرف الألف أهو عشان نلخص الحركات اللي احنا خدناها كلها ماشي لو رمينا الشبكة على حرف الألف حيطلعننا سمك؟ هتطلعننا سمك أم عزب؟ لا طبعا حيطلعننا عني حركات حرف الألف يعني إيه يا أستاذ نحن نهضع على فكرة خدنا فقط الحركات القصيرة والحركات الطويلة الحصة جاء إن شاء الله أو الحلقة جاء إن شاء الله هنأخذ السكون الألف الساكنة تمام كده؟ يبقى الألف ألف فتحة آ ألف كسرة إي ألف ضمة أو هنا ألف أو الهمزة بعدها مد بالألف آ الهمزة أو الألف بعدها مد بالياء إي بعدها مد بالواو أو يبقى ألف فتحة آ كسرة إي طم أو بعدها مد بالألف آ بعدها مد بالياء إي بعدها مد بالواو أو كده أتعلمنا وتعرفنا النهاردة على شكل حرف الألف إن كان في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في أخر الكلمة وتعرفنا على حركات حرف الألف بس القصيرة والطويلة بس ما أخذناش السكون الحصة جاء إن شاء الله هنتعرف على السكون في حصة لوحدها تمام كده؟ أخذنا الحركات القصيرة اللي هي الفتحة والكسرة والضمة آ إي أو أخذنا الحركات الطويلة آ إي أو وبكده مشاهدين الكرام للأسف الشديد كان نفسي أخلص السكون النهاردة بس مخرجنا عمال يزن على دماغي قصدي يزن على وفودني تمام كده؟ ومشاهدين الكرام حقيقة يعني ممكن تدينا يعني أن خلص السكون النهاردة؟ تمام ما بيش مشكلة خالص نكملها لإيه؟ الحصة الجاية أو حقيقة أن أشكر يعني جميع زملائي حقيقة في الستوديو عم عزب اللي هدلته معي النهاردة ويعني حضرته يعني مدير التصوير عندنا والأستاذ وليد عمارة مخرجنا الكريم والأستاذ محمد شحاته مخرجنا العظيم والأستاذ محمد الملكي والأستاذ تامر والأستاذ إسلام والأستاذ أحمد حافظ والله وإسلام مطر يعني كل الناس هنا دون استثناء تعبوا معنا مشاهدين الكرام سعدت بلقائكم النهاردة وإن شاء الله على موعد في لقاء قريب إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته